اشتركوا في القناة كلمة من معنا هي الخرجة دي السي مصطفى بيتاس الناطق والرسمي باسم الحكومة السي مصطفى بيتاس وضعه لسانه في ورطة ربما لم يشهدها تاريخ المغرب قال بالامس وهو في تصريح الحكومين بعد المجلس الحكومي قال بأنه النظام الاساسي لأطول الأكاديمية ونكتبتها بالحرف قال لك ماشي قانون ماشي مرسوم ماشي قانون ماشي مرسوم ماشي قرار هو عبارة عن النظام الاساسي لأكاديمية كتعرفوا بأنه ماشي قانون ماشي مرسوم ماشي قرار ماشي قانون ماشي مرسوم ماشي قرار هو عبارة عن عن هنا بياد عن هو عبارة عن موقع بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية موقع ما بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية أنا أدعوكم المتتبعات والمتتبعين لهذه الحلقة أن تستمعوا بإمعان إلى إمعان وأن تقفوا عند هذه المحطة وهذه الفضيحة التي لا تغطفر لا تغطفر وزير حكومة المغاربة وأمام العالم كيسمعه اليوم قبل ما نخليكم تسمعوا لهذا الفيديو لابد من نقول لكم هذا هو الفضيحة القانونية لكننا كانوا دايما يقضوا على الأسجدة مع كامل الأسف ما خداش حقها في النقاش ولكن اليوم سبحان الله جاء الوقت في انتباعنا الفضيحة اللي كينا اليوم حقيقية وليمسؤوا عليها السيراشيد بن المختار وسيبو سعيد وأستاذ عبدالله بن كيران ومسؤول عليها عز أخنوش وعبدالطيفوه بكلهم تعاقب وورطوا الشعب المغربي وسورة المؤسسات وورطوا البلد في هذه الفضيحة اللي بيتس والغيبينا قال وعنعود rag done ما خليكم تسمعوا لأهميتها قال لك ها النظام الأساسي دي القانون مشي قانون مشي مرسوم مشي قرار هو عبارة عن النظام الأساسي ديال ديال الاكاديميات كتعرفوا بأنه مشي قانون مشي مرسوم مشي قرار مشي قانون مشي مرسوم مشي قرار هو عبارة عن عن ماذا هو عبارة عن لأنه عارف حيث هو محامي هو محامي وكي عرف بأنه لا يستقيم هذا الوصف ما لقلوش الوصف القانوني قال هو عبارة عن عن موقع شنو ذاك اللي عبارة عن ذاك اللي موقع شنوه ما شنوه هو عبارة عن سيارة عبارة عن شنوه يعني الوصف القانوني ما عبارة عن موقع ما بين وزير ديال التربية وزير المالية ووزير التربية الوطنية ماشي قانون ماشي مرسوم ماشي قرار هو عبارة عن موقع ما بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية إذن هذه فضيحة ما بعدها فضيحة وأنتم ما سمعتوا الفيديو القصة التي يخفيها عباد الله في التذكيره فقط وأنه في ألف ألفين وستاش في شهر ووش تخرج واحد المرسوم هذا المرسوم أتاحها للإدارة العومية على أنها التعاقد الإدارة العمومية يمكن لها التعاقد لشي بوست باش يخدمشي واحد سيراشيد بن المختار هو وزير للتربية الوطنية وهذا أسوأ وزير عرفه يعني التعليم في تاريخ المغرب كان عدد من الوزارة هذا أسوأهم على الإطلاق أسوأهم ما كان ينظرش عليه كإنسان من ناحية المسؤولية والتدبير هذا السيد هذا هو الممتامي تشي حزبه دي الخطورة دي التكنقراطي إنه ما عندو تشي حاجة ما منتامي الحزب ما عندو وزع سياسي ما عندوش وزع إيديولوجي ما عندوش حاجة اللي يدبط صلوكه حيث التكنقراطي هو أخطر إيزان ما عدت سألوش غدة في انتخابات ما عندوش وزع فكري ويعادي الديمقراطي وقواعد ديمقراطية ويدبح القانون قاربه هو لا يؤمن التكنقراطي ما عندوش هاد الاشكال ديال ديال القواعد والحرم ديال القواعد القانونية جه هو اشدار دبه هو هو ابو سعيد ابو سعيد ديال اللي كان والي في الدار بيدون بعد وزير ديال المالية واللي هو ديال الاحرار جمعوا يوم انتخابات او حشية انتخابات الدنيا خاوية البرلمان ما كانش لاحظوا هاي الخطورة كماش كينا مشوقعوا صحيح هو الحدثة عما تقدرش هادك الوثيقة واش عندها صيفة ديال دورية واشتفاق واش قرار واش مقرر واش ايطار لا راح لاش هو ده ببيتها سوحة حيث هو الله افضح ديال الفاضيحة حيث هي ما عنداش ولكنا مش بغوي ديرو شدو دك اذاك الاتفاق اللي كان هذيك المرسوم ديال ديال الادارة اللي قالت ممكن تعاقد مع شي واحد حيث ده بالخطورة فيكين في التعاقد وده لاش الناس كيحتاجوا راح شدو كلمة كان تعاقد معك كان تعاقد معك ليه اجل شهر شهرين عام عام واش ممكن تعاقد معاش ينسان حياة كلها عن التعليم هادا ممكن لكش تعاقد الى جانب اشكالات الخلال اللي خلات الناس يحتاجوا على التعاقد لانه كيعطيك واحد البنية استقرار نفسي ما تتكونش مزيانة لانه ممكن يجري عليك اي واحد في اي لحظة عدد من الاشكالات ما رجعكمش لهاد اشكال ديال التعاقد لانه نهضرنا فيه بزا فالفضيحة اللي وقعت هو ان ابو سعيد وراشد بالمختار بغوا يدخلو كانوا الاقصام عامرين بزا فالقسم اللي فيه سبعين كيغنديرو كيغنديرو ذوق شدو اعتمنوا لذاك المرسوم ليخرجوا ففي اكتوبر خرجوا ديك الواتقة سيبن كيرانسكت دير فضيحة الخطيرة والخطيرة جدا لان ذاك العمل اللي دار ابو سعيد مع راشد بالمختار مصادم لأول مبدأ اول مادة من القانون الوظيفة العومية اللي كتقول حق ومصادم للدستور مصادم لعدد من الاشياء ولكن هما دوزوات ما استغلوا الفراغ البرلماني استغلوا الناس مشغولين بالانتخابات وقعو ديك الاتفاقية فمن بعد بقواحلين عاد بقى كيكتامل ذاك النظام احتل في عاد امزازي عاد بان هاد المادات اذا سيبيتاس منك يجيك يقول عن يعني هو عبارة عن هو عبارة عن 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 لاش لانه ما عندوش وصف قانوني ديك اجراء اللي داره ديك عبد الله مخالف للدستور مخالف للقانون وانا شرحت البالح بمايك في وعطيت واحد الاشارة في غاية الاهمية شكو نقوله في هاد الاشارة راح مين بكتلك شدر على استقلالية شي مؤساسة مين بكتلك شدر لها اذا ما كانش عندها استقلال المالي اهم واستقلالية minutesない عندك استقلال المالي الفلوس ديه اللي كيتخلصه بها الأساتي ده مين كاتجي كاتجي من واحد الحاجات كتسمى المعدات شنه هي المعدات هدي ميزانية كتخلص المعدات فيها كنشرر بها السيرو كنشرر بها الطواب الماتشل كنشرر بها شي حاجة للمدراسة هدي هي الفلوس اللي كيتخلصوا به الأساتي ده المتعاقدين مشي بحل الأساتي ده الموظفين اللي كاتجي من الخزينة العامة ولي عندهم ها وجه الخطورة بمعنى إذا درنا ده باش يجب ندير افتحاجات حقيقية بشهات الأكاديميات رغ يلقاه مشكل عميق رغ ما واضحش هذا الإشكال هذا القانوني إذا السي بايتس هو محامي ورجل القانون عرف هذا الإشكال إلى جانب أنه وعى أنه أكبر فاضيحة في هذا الموضوع هو فاضيحة دي القاعدة توازي الأشكال أو توازي القواعد وسبق لنشرح لها أن المغرب كيلتازم في النظام والقانوني بهذا العملية توازي القواعد تعينتي بظاهر التعزل بظاهر دلت حاجة بمرسوم وخصيت خرج بمرسوم ما يمكنش قانون أدنى يخالف روح قانون أعلى هما عندهم الوظيفة العمومية بالاستحقات في الدستور قاعدة دستورية النظام القانون النظام دي الوظيفة العمومية يهضر على مثلاً خمسة واربعين عام وكيهضر على الوظيفة يدخلها أي واحد وكذا ولكن من يجوا الوزارة التحت داروا عدد منها نسميها اتفاق هنا وحلو قاعد غدا وكترون وقاعد غدا كترون حتى كي ما تنقولوا ما حدها كتقاقي وهي كتزيد في البيض فهات الشعراش بانت الفاضي حديث وبالأمس بانت في موقفين زعمة مؤلمة جداً وهنا كنا كنقول لكم دايماً للمغاربة نتابهوا الأمن القانوني ما كناش كنقولوها فابور كين الأمن الغيدائي كين الأمن الصحي كين الأمن المدرسة كين كين عدد ولكن كين الأمن القانوني اليوم المغاربة ولو كيحسوا بي أن القواعد تقدر الدستورية تقدر أي حاجة وهدي في حتى ربما وحد تهيئ للشعب المغربي على أنه ممكن يتعايش مع كل اللي نمك يعتبر ربما أن الدستور دي 2011 جابوا واحد القواعد وجابوا واحد صياق وأن السقف والقواعد والقامة دي اللي القواعد كبر من لديك شي اللي بغفر قاوه مشاكين مع ذاك الدستور إذا هالدستور لجينا نعدلوه هكا غطنا دروينا خليه هو تمه ولكن على الأقل نخليه الناس يطبعوا مع الانقلاب عليه ومعه واتش ليتخنف هدي المتاهات القانونية وحتوصلنا لهذا الفاضيحة دي السيد البارح ما عن هو عن شنو ديك عن شنو ديك عن شنو كتوصفه لأنه ممكن يقول القانون ما نوض نعدوه خصوه تصلح نصلحه خصوه الدار فيه تغييرات الدار حقش هو كيعرف إذا بغي يعدل أي حاجة فخص البرلمان وخص قاعدة توزي الأشكل هو حيش محامي عرف بأنه كنا خال الخطير فطح فهذا الفاضيحة هدي التي ما بعدها فاضيحة ليس مصطفى بيتس ماشي غير مصطفى بيتس أحباد الله وركن مشتود يعني ديك النهار الوزير دي الصحة وركن عاودة دايما لخطورتها الفاضيحة دي الأقلية ما الأقلية أقلية ماشي هي اللي غا تفرض علينا الرأي دي لها الأقلية يعني شتود ديك الفاضيحة واللسان دياله هديك راكاليت هديك تصريح دياله لأنه الديمقراطية ماشي هي أن الأغلبية تسحق الأقلية بالعكس روح الديمقراطية هو أنك تحمي تعطيلة الأغلبية تحكم ولكن من يحمي حقوق الأقلية هو تمكي نقش الأقلية وتغول بلا موعد يعني ديمقراطية هناك رجع التكنقراطية خطار التكنقراطية لا يؤمن بالديمقراطية لا يؤمن بالأقلية لا يؤمن فقط يؤمن بالتغول وكذلك الفاضيحة التي ما بعدها فاضيحة وغيرها الكفاءة أو التكوين الكفاءة لا تكون فقط على مستوى تحفظ القواعد القانونية سمعوني يا أخوتي المغاربة أرجوكم وأرجوكم وأرجوكم لهذه النقطة اللي نقول في غاية الأهمية تكوين دي الوزير مش أنك تكون عندك تكوين مثلا أكاديمي أو لتكوين تقني تقدر تكون جاي من أعظم المدارس دي العين في الكون يقدر تكون عندك ولكن لك ما كتعرفش تقلس ما كتعرفش تسلم ما كتعرفش تلبس لقاش الوزير هو واحد المال هو واحد الوزير هو واحد الجسم ولا بغينا نقوله واحد حضور قص يكون عنده موتها كامل قص يكون مكون كعرف يحل المشاكل كعرف يضبر كعرف يقلس كعرف يهضر كعرف يصرح كعرف 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 ده بس عشك نقوله ضعف في الكفاءة كبيره كبيره جدا نقشو ما تنسي عبدالله طيب وهابي إنسان خونا مغربي راه لا نتوجه إليه ولا نعاديه لا بحاله بحال أخنوش بحال أي واحد بالنسبة لنا ولكن قطاع ديالو حساس بس عن نقشكم ده با غير عبدالله طيب وهابي في واحد جزئي أرجوكم المغاربة تأملوا فهو شي اللي نقول حيت مرعب وخاطر جدا ده با الوزير شنا هو الوزير الوزير هو واحد المسؤول كيمثل رمزيا لمغاربة كاملين خص يمثلهم في نخوتهم في كبرياءهم في أخلاقهم في صلوكهم خص يكون قاعد قيم للأخلاق تكون فيه فيه التوضع والعلم والقوة والحضور والدفاع هذا يقول ووزير مشكلة عاهم ده با منيك يقول فقط صريحة الاخر انا كتبت له شي عبارات راحضوا معي هذا الخطورة المغاربة عام بداوه بعدها بما هو مادي شوفوا القلسة اللي دير هنا عبداللطيف وهبي شوفوا الرجل فوق رجل شوفوا الرجل فوق رجل وشوفوا القلسة دي الصورة اللي وراها شوفوا الصورة اللي وراها عبداللطيف وهبي circa هناك اللCT شوفوا وزير كيباش قاز وهنده قلسة هاد رجل فوق رجل هذك الصورة اللي بحلي قاس في الدار كل شي كيشوف في المغاربة والعالم كيتفرر في ديك القلسة من ديك الرجل حطها علينا كامل نحنا هو ما نشوه الخطورة حيث منيك نقوله التواضع منيك تكون عا تدبر المشاكين المغاربة والموظافين والمواطنين والعدول وقاح المشاكين القطع وزارة القوطات هذة القلسة راح عنوان دي الشخصية عنوان دي الكافاءة عنوان دي الحينكة ودي الجودة والنجاعة ليل قلسة ما معنى كتدير هكا رجل فوق رجل انت ما قلش في الدار ديارك مثلا بيت ساد عليك قلسة هكا تقدر تكون قلس بيتك رجلك لصقهم في السطح وراسك هبطول تحت اما اللا انت قلس مع العالم واداك العالم كينة ما يسمى كينة واحد القواعد ديال دبما كتدير هذك قدك تتحبوا السلوك بسيط ينمو عن التعجرف والغط راسة ينمو عن تعالي بمعنى هو متعالي على ذاك الصحفي اللي قدامه الرجل فوق الرجل متعالي لحتو التعالي في كيبان احتفقى موسو من يقالوا الفيسبوكيين نحن الحكومة والاخر الفيسبوكيين مواطنين ممكن فهموش حينما جئناك وزراء يجي من اتخذ القرارات الصحيحة وليس القرارات التي يريدها الفيسبوك وتريدها وسائل التواصل استماعي والقلسة ديالو مش اول مرة كدر ديالقلسة اتلاحظوا القلسة من جاي تشاور مع سي اخر لحظوا القلسة كيفاش داع Yongsa يعني اللحظو القلسة ما ولحظو هاللقلسة وهاد السيد يعني من كنقول ولачا kendi ازمة احترف اللغة واحد مرة كيسولو صحفي قالولو واحد ليزيدي قالولو شكنو وهالل imperial من يكونو هادالال aide لاحظو هادالحركة مع القلسة من يكونو هادال انا لا اجيب النكرات من يكونو هادالشخص أنا لا أضع على النكرات لا لا الفكرة أنا لا أجيب النكرات من ناحية اللياقة والأباقة والحكومية والمحامات ولو شخص يكون وكرم خصك تواضع مع البشر كامل إذا أعطاك الله العلم ولا أعطاك الله الجاه ولا أعطاك الله الكرسي حافظ على وتواضعك أنت واضع علي الله رفعه إذن وزير خص يكون بغض نظر على استراتيجيت والحكومية والمشاكل يقدر يكون قاع عسي يقول أنا غنواجه المحامون وغنواجه لا سك تكون في القلسة فمن يكونوا هذا إلا هناك ليرة إلا القلسة وقد دير جل فوق الجلو وقد تحدد هاد العملية والخطورة فيه كين أخوتين المغاربة لاحظوا شلو قال هنا قالك أنا عندي في المرسوم لي أنا عندي أنا عندي شكول أنت إحنا ما كان هادروا شلو التواصل مع مرمي ما كان يقوله أنا أنا بعد مرة اللحظت شوى المغاربة كان يكون كنهضر مثلا خصك نركز كان يقول أنا صاحب ما خصكش تقول أنا وخطأ خطأ قد تقول إحنا حتى هاد الفيديو اللي كان دير مثلا لمغاربة كان هادروا فيه هادر مشارك فيه أنا أختيقني المونتاج المصور فهو عمل متكامل العمل هي التواصل سنقوله إحنا بعد مرة كتلاحظه كان رجع لديه النون كان يضرب النون إنه النون فيه واحد يعني عمل متكامل فيه عدد منه الأشخاص فهم ممكن تقول توزير أنا عندي أنا عندي أنا عندي في المرسوم فيين عندك في تارودات في المكتب ديك في محامات فين عندك في الميت في الضار اللي سكن فيها هادينا الوزارة دينا المغاربة ما كيش عندك رأي وزارة فيها فريق يقرأ وزارة دي الشعب المغربية يقرأ مؤسسة هادي كعبات الله رأي واحد المؤسسة دستورية كيفاش أنا عندي أنا عندي إذن هذا أصبح هذي الدولة أنا الدولة أنا وأنا الدولة لي قال الله أخر أنا الدولة أنا عندي فين عندك إينا بلقصة عندك يعني اللغة هي لي كتعكس حقيقة الإنسان الداخل في اللغة أنا عندي في المرسوم اللي كيدخل الوظيفة عندي الحد الأدنى عندي أنا أنا عندي الحد الأدنى أنا عندي في المرسوم يدخل الوظيفة عندي حد أدنى ودي رأي قطاعية محلابة أنا عندي هادي بوحدها لو كنا احنا عارف يعني انا عندي في المرسوم اللي كيدخل الوظيفة انا عندي لحد الادنى انا عندي. وش هدي المغاربة لغة نتروبها مع الشعب المغربي. ونجيو نقولو انا عندي انا لم. شو ميت يقول انا مؤمن. انا مؤمن. كي ضرد على ابن موسى انا مؤمن. دبا دبا وش هدي لغة. وش هدا لغة يا با انا مؤمن باش وش احنا في الزاوية وش احنا في الكنيسة في الجامعة الايمان مجاله التعبود والدين. حان احنا في مجاله وضعي. تعطيتك انتخابات عطيتيني برنامج قلتي لي غنديلك هدي وهدي. در معي على الحصيلة والبرامج. انا الايمان خلي عندك ايمان. كتتأمل ما كتأملش. انا اقول رينا القانون الوظيفة العومية التعاقد. انا مؤمن. باش مؤمن. كيش لغة الايمان ترى حقوق انتذابك تياساري. كتقول وكتقول انت المحامي وكتقول كفاءة وكتقول وش انتخابات تحميل تخبك تقول الايمان. كتقول كترى على برنامج. على التصور على وعود. انا مؤمن. خلي الايمان ديالك ذك د ولكن ما معنى الإي أنا مؤمن حتى عوزهو المعطية العلمية والقانونية فبش هلين الإيمان هوا دخل الإيمان مع المجال المشاكل ولا مع الإشكالات العلمية و مع الإشكالات القانونية أنا بك نشوفه غير اللغة أنا مؤمن سيشاكيب بن موسى بوزير في المستوى عالي سيشاكيب بن موسى هو وزير في مستوى عالي وشنو حالك الشكيب بالموسى بوزير عالي ها هو هلش هتقول لي أنا وزير عالي قدرنا نجيبك أنا نقولك هدف لان وهو بالموسى كفاءة كفاءة في شي مجال آخر ممكن وش لقلت لي كفاءة عتغطي لي على المشروع وعلى السنة تخربقة وعتغني لي على المتاهة القانونية لي كين عتش نو كين حقاش كين أخشونة في هاد الوصف القانوني ما القولوش وحقاش ثلاثين عام تخربقة والمجتمع عمت ضدها اذا باش عنغلفوا باش عنديروا الغولة عمقولوا هدا را كفاءة علمية قارب ما درست القانوني افلل را كفاءة وانا اؤمن انا اؤمن وهدا كفاءة انت تؤمن والاخر كفاءة ما قنع تيناش بثلاثين عام وانت ما كتأمنش بالناس اللي كخزوا في الشوارع اللي بولوك يقولوا الشعار اسقاط النظام ملا حتيش خطورة هدا ما كتأمنش بها ما كتخلعكش الناس خرجوا في عدد من المدن وما كتأمنش بهاد الاؤسر المغربية مساكلية سادة بولادها شنو عيديروا كتأمن عب الموسى وهد تحديات وهد الناس شعيخدموا لاش نتخل تسده على ابن يادم لاش هلاش عتسده على ابن يادم يكتقولوا امريكان ودولة ديمقراطية انا نخليكم تسمعوا لهد السجيل الصوتي كتعرفوها المغاربة في امريكا كيقول لك السيد انتم ما هاتش شي كناعرفون السن والجينس والعرق واللون والدين يلاقي واختر السن ممكن لكش مش مش غير في امريكا يحرمش انسان من العمل بناء على لونه حقا طبيض او لا بناء على عرقه او لا مثلا بناء على الدين دياله او لا مثلا بناء على السن ما كيناش في امريكا تكون عندك خمسين عام ميات عام ثلاثين عام تكون عندك كافاءة تخدم اللي قصة من الله وللي قدك من حقك في الشغل هذا حقا ممكن لكش تحدد البشر ولو يكون محدد عند نحتفشي قطاع القوضاء تراها غير منطقي وقال يكون دار وخي لاجنة نقصلوه من ناحية الحق الطبيعي ما كيش سن خدم فوق ما رشقتلك فوق ما كتي مكون فوق ما عندك تعطي دخل كونكور مكين بس عتقدم عامين عيتي حيد هذا هو المنطق الحقيقي وتسمعوا لهذا السجل هذا أنا اسمي ميامي وللسي حميد أشتري هاد القانون في مياريكان أشتري قول تقول اللاج الانتقليميناتر تأثير كبير اللاج تقول لك أي واحد عنده الحق في الخدمة وخي يكون عنده 83 عام القانون تعاقب في مياريكان مشغيل إلى رفض أنه يوضف يوضف هذا السيد هذا بدون يعني على على السن لأ العرق لأ لأ الدين لأ لأ الجنس لأ 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 ولكن ضروري أن اللاج مخصك توقف شو لا تقدم شو واحد على السن دياله السن ما عنده تشع علاقة مع الوظيفة كما كانت لم عاد الحكومة ولا في خاص ما شي غير أمريكان في ألمانيا أخذيكم تسمعوا تسجيل صوتي ألمانيا تقول لك السيد الممرته ربعت وكبرت وحتدرت خمسين عام ودخلت تقريف التعليم السلام عليكم السيحاميد المهداوي كيف حالك لابس عليك معك بادر من ألمانيا وأنا جيت لألمانيا كطالب ودرست هنا في ألمانيا وأشتغل هنا كمهندس الأصل ديالي من مدينة الدار البيضاء يعني احتمت لك تعرف كون أنا سمعت الفيديو ديال ديال هذك سميت المسألة اللي داره في المغرب ديال 30 سنة وبغيت نقول لك أم زوجتي هي ألمانية ودخلاتك تقري على 50 سنة عد دخلات تقري على 50 سنة وهنا ما كينش لحد يعني الأدنى ديال لا الدراسة ولا يعني أنك تدخل تقري فقم ما بغيت تدخل تقرى وتكمل الدراسة ديال كين بعض النساء كي تزوجوا بكري كي يولدوا ولداتهم كي يقعوا متقابلين ولداتهم فش ولداتهم كي كبروا كي وصلوا مثلا كيكون في عمرهم يعني 40 سنة بحلاكا فعاد كي أولادهم كبروا كي عاد كيلقوا الوقت فين يقرأوهما فكيدخلوا يدرسوا الدراسة يعني الجامعية كيدروا تلسنين مرة خمسة سنين على حسب هذا هامو وصلوا 45 عاد فش كيدخلوا يقرأو هذا كيدخلوا يقرأو في المدارس لدينا مش مشكلة لدينا عباد الله علش احنا بالضبط كيف يفرضوا علينا هاد المنطق هذا سي هاد وهبي هاد لش كنقول كفاءات وحد اللحظة يقول سي شاكي بن موسى عالي واش انت وظيفتك تقيم الاداء ديال الوزراء واش انت وزير عدل ولا انت رئيس ديال وزير التربية الوطنية ناتق اسم الحكومة اهضار على الوزير الى جبل رئيس الحكومة اهضار على الوزراء ديالو بش يمنسق انت وزير عدل اش بديك نقط الوزير اخر في قطع اخر وانه يسورك الصحفي اه كل واحد يجاوب في قطع ديالو انت قد تقول هادك سيد كفاء اه وش فالي ديلو المادة ديالو وش فالي ديلو بأي حق علاش انه غير شعور تعالي حقاش هو في المخيال ديالو السيوهبي انه رئيس الحكومة وخاوة اخلص رئيس حكومة فلاشعوره هو هو رئيس الحكومة غير نقط لهذا ونقط السفلان وهذا كيفاش دير وهذا شكسو وهذا مزيان وهذا مش مزيد عالي كفاء هذا نقص كفاء لنفعت اعتقاده انه هو اكبر من الحكومة هادا هو الهدية العقلية وهذا هو الموعيش هو السي عبداللطيف خلاصة ديال القول من خلال هاد الشي ديال بيت استاذ بيتس ولا الاستاذ عبداللطيف وهبي ولا الاستاذ خالد ايت الطالب ولا عدد من كيفان بانه هناك ضعف كبير وهناك الكفاءة ضعيفة وتخون هذه الحكومة الامر الذي يقتدي بالضرورة ادي وجهة نظر ديالوحد الصحفي يواكب الاحداث خاصة تعديل حكومي بالضرورة هاد العدد من المعطيات وهاد الصريحات وهاد الخارجات تقول بانه الامور لا تبشروا بخير وخصنا نتابعوا بان التصريحات را خطيرة مغناش نذكروكم بعض الاحداث وبعض الدول اللي تصريح شنو دار كريمة ما عرفش يهضر واحد المسؤول ولا ما عرفش يهضر واحد السيد وشات مصالح وضخلت عدد من البلدان لوحد الدوامات خيبة وخيبة بزاف اذا كانت من ناو على انه تلتقت هاد الاشارة حقاش كنا وحد ضعف كبير وكبير جدا نقول لكم الحلقة دي الغد ان شاء الله مع دلك نشي مستجد ستكون حلقة مهمة جدا في غاية الاهمية وما كان باروش المغربة غنوقف على فساد بمؤسسة تمكننا من واحد الوطائق لما لاير دير الشعب المغربي لما لاير دير الشعب المغربي في المشات الى جانب اننا توصلنا الى معطا في غاية الخطورة بخصوص واحد المسؤول كبير وكبير جدا هي موضوع الحلقة دي الغد شكرا لكم زوار دي الموقع رجل صالح لا تفوته صلاة الجماعة يذهب الى عمله بالنهار وبعد الانتهاء من عمله يذهب ليصلي العصر بالمسجد المناصق لبيته ثم يدخل بيته هادئا بشوشا فتستقبله زوجته والتي كانت مثله تماما تحب الخير للناس وكثيرة الرحمة والشفقة وتقف عند حدود الله قدر استطاعتها شاء الله ان يصيب اصغر ابناء هذه الاسرة بمرض خطير وحينما اخذه الوالدان الى الطبيب للعلاج ولم تتحسن صحته بعد استعمال العلاج الموصوف له ذهب به الى طبيب اخر ظنا منهما ان يكون هذا الطبيب اكثر علما ومعرفة من الذي سبقه الا ان الطفل ظل على حالته وفي احدى الليالي احست الام ان وضع طفلها الصحي في حالة يرثى لها فحرارته قد ارتفعت ارتفاعا شديدا واصبح النفس يخرج منه بصعوبة ويحرك جسمه حركات لا ارادية فظلت الام ساهرة لا تنام يقول والده في تلك الليلة صحوت على صوت المؤذن لصلاة الفجر فاقتربت من طفل المريض لاتأكد من صحته فوجدتها لا تبشر بالخير وامه بجانبه وقد اخذتها اغفاءة من النوم وعلى وجهها علامات الحزن فتركتها على هذه الحالة وتوضأت لاذهب الى الصلاة فوجدت هناك ثلاث قطة تموء من الجوع عند ذلك فتحت الثلاجة واخرجت منها شيئا من اللحم واطعمت القطة الثلاث وبعد ان اطعمت القطة دعوت الله تعالى ان يشفي صغيري وانا على يقين بان الله تعالى شكور وسوف يشكر لي صنيعي ويشفبني ان تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم ثم ذهبت الى المسجد وبعد الصلاة رجعت الى بيتي ورأيت زوجتي لا زالت نائمة فاقتربت من الطفل واذبي اجده قد فتح عينيه وحرارته المرتفعة قد نزلت الى الوضع الطبيعي ووجهه غير الوجه الذي كنت قد رأيته قبل نصف ساعة فما كان مني الا ان ايقضت زوجتي لادخل السرور الى قلبها على تغير حال طفلنا قامت زوجتي من نومها مذعورة وبعد ان نظرت الى طفلها حمدت الله كثيرا وقبل ان تتوضأ زوجتي لتصلي الفجر لم تصبر حتى حدثتني بالذي جرى لها قبل قليل وما رأته في منامها فقالت لي والله لقد رأيت الان رؤيا لقد رأيت طيرا يحاول ان يخطف طفلنا المريض ويؤذيه وكانت هناك ثلاث قطة تدافع عنه بكل ما استطاعت من قوة ولم تسمح للطير بالنيل منه حتى ابتعد اخيرا بعد ان يأس من محاولاته المتكررة وبعد ان انتهت من حديثها قلت لها ساقول لك ما فعلته قبل ان اصلي لقد وجدت ثلاث قطة تموء من الجوع فاطعمتها اللحم لقد رحم الاب هذه القطة بما اطعمها فانعم الله على ولده قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر